اللي عندها دائما سمعت واحدة من الأخوات اللي إذا حسيت أحد يتخاطم معك في أذنيك فعليك باستماع الأذان المكرر أذان المكرر في اليوتيوب موجود وتكثرين من هذه الآية مع الرقية وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا هذه آية عظيمة مع الأذان المكرر وأصول ربيه وتنفث وتنفث ترجمة نانسي قنقر